اختلفت أماكن وطرق وأوقات تقديم وشرب الشاي إلا أن لشرب الشاي في رمضان طعم آخر فهو من المشروبات الأساسية بعد وجبة الإفطار ومن العادات البحرينية التي لا زالت مستمرة سواء داخل المنازل أو في محال بيع الشاي هذه المحال هي الأخرى لقيت إقبالا لافتا للاستمتاع بشرب الشاي بأنواعه المختلفة نبتة تمكنت من إثبات إمكانياتها من القرن الثالث الميلادي إلى يومنا هذا فنبتة الشاي تحولت إلى مشروب رئيسي في البيوت البحرينية على امتداد الزمن وخصوصا في شهر رمضان المبارك فبعد الإفطار يجتمع الأهل والأصدقاء لشرب الشاي ويتفنن صانعه بالمقادير بما يتنسب مع أذوقهم ولكن هذه العادة انتقلت من البيوت إلى الخارج حيث أصبح الإقبال على محال بيع الشاي أكثر في هذا الشهر الفضيل كاستمار قاديون بزيادة خصوصا في شهر رمضان كاستمار زيادة قاديون خصوصا عقب الفطور ورايح له قبل السحر ما شاء الله عدد وايد كبير قاديين يعني يحبون صراحة الشاي يعني من المشروبات اللي احنا من السنين نشربها وهي المعروفة عندنا بالذات احنا البحرانيين عندنا أهم مشروب الشاي يحضر الشاي بعناية وبطرق مختلفة تناسب جميع الأذواق ولكن يتسيد الطلبات الشاي الأسود أو كما نطلق عليه الشاي الحمر وخصوصا بعد وجبة الإفطار الشاي مو أي واحد جيد للأمانة فيه شاي يقند الراس فيه شاي ماي يعني الواحد يتعنى حق شاي يستاهل بعد الفطور خلاص نبيه شاي يقند الراس أول شيء هو عمل شباب بحرانيين ونحن طبعا لازم ندعم الشباب البحرانيين وطبعا طريقة الشاي مولهم وشنو الأنواع الشاي اللي يستعملونها طبعا بتختلف من طريقة لطريقة وشنون البيت يسوونه والله الخبرين الواحد صايم طول اليوم بيكون فبعد الفطور يعني الشاي يقند الراس صراحة فشاي الحمر متعودين عليه ما شاء الله يضبطه يعتبر الشاي المشروب المفضل عالميا بعد الماء حيث يبلغ معادل استهلاك الفرد في بعض الدول إلى أكثر من عشر كيلو جرام بالعام من الشاي هذا وتضم هذه النبتة فوائد عديدة لصحة الجسدية والنفسية إذا تم استهلاكها بالكميات الصحية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين